السلام عليكم مرحبا بكم نورتين و نورتوا قناتي قصة سنينة و قولكم اهلا وسهلا بكم يا اروح و اجمل فراشت في هذه الدنيا اليوم رح نكمل قصة مومني و جي جي القصة هذه بزف فيها ترفيه و رومانسية و حب و تشويق يعني غير كل القصص ان شاء الله تتبعوها لبنت وتعجبكم وتخلو لي الرأي تاكم في التعليقات و قبل من نبدأ القصة التانية ما تنسوش تصلي وتسلموا على خير المرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم و تقول جي جي بعد الليلة هذي كلي شوقت مومن و بعد رفضت و رفض يعني مشي هادي هو شدالها في بالو و كي روح تصبح النوض فيه يعني بهدني بهدني و ما حبش حتي يديني لأ ديني نفوت لإقزامة بالسيف وبعد هاكي روحنا بديني نجرو في الطريق و بعدها وقالي دي روحك في بلاست حانا قلت له وهي خفت تجرحها و انا لا لا انا منحط روحي في بلاست حتى واحدة و نبقى نرفضا حتى نكملو هذي المهزالة قلت له كي نتلقى بجده نحكي لها كل شي وهي اللي حصلتنا وهي اللي تفقنا قلت له هذي والله ما هي حكاية و جاها مصرات كنا نحكوها والله ما يصدقنا واحد فهذاك اصعب من موقفك انتية ورجعت صفحة صفحة رجعت من الماضي انسى يا جد الحكاية هذه والله العظيم مقسم بالله العظيم ما عندي غير كنتية ذوكه في حياتي افهمي يا جدك افهمي باللي انتي اللي نحبك قلت له بالصح ما نرفضتني مرة واحدة تشفى هذك النهار من اللي جيت عندي و رحت ايه نشفى نشفى مليح كيفش من نشفى كنت مع مريض يعالج عندي و كانت حالته ضنجي و عنده مرض معدي وتقريبا اقربت مني ونا بزيف ذيك الوقت و كنت ناشك روحي راني مريض ثم ما صبرتش كشفتك و بعدها هكذا جيت وتفكرت روحي وش صرا لي هكذا رحت و خليتك و هذيك الهادراء قلتها لك من غيضي ذوك ما نبقى وش طول حياتنا من نشفى هذي و نشفى هذي اروحي ذوك و لا حبيتي ذوك كيفي وش ندير فيك و يبرد قلبك قلت له كيفش زعمة شكت في روحك مريضة قال لي مريض ما تعرفيش مريض كنت حاسبه عداني على خاطر المرضى التاع و كان معدي خاطر قربت له شكت في روحينا حتى درت لزانانيز و هذا لزانانيز يطولوا شوية و الحمد لله خرجوا سلامات كنت مرض مومن بعد الشار والله ما نقدر نستوعبها قلت له صراحة حاضرتك والله ما نقانع بها قال لي اوكي تقنعي بها نهار تكوني قدامي و انا ناكل فيك و نسمي التعبك بين ابنينا تسخفي وصلني و نزلتنا و هو رجع رقب بين خاطر كان ميت بالتعب انا دخلت و كملت لليقزاما نهارها و كان موديل تاع هذك الرخيس ما هدرش معي حرف يشوفه معي وسيكتبينه ما يزيد الشي عاود الحمد لله يا ربي فات سلامت و تهنيت منه و هذا الفوكال من محيش حتى نكمل القراية اذا ان شاء الله يا ربي خاطر ممكن عامل جاي يعاودها لي و يدير حسابه جاني يا سوجي سهل حلته و كملت و خرجت عاية المومن قلته هذا و الناض قلت له اروح تديني كنت فرحانة قلت له اني تبقى لا في شاش برك و يبعثوا لي لبنات منشقامة نروح ابقيت نودها في صحاباتي حتى جوا مومن قال لي ندور ولا نروح للدار قلت له راني هينا نروح نريح شوية ولا عشية نروح و مبت عند خوية عندي بزيف ما شفتوش قال لي تروحي الخوك علش تروحي هاكا خاف نروح و منرجع قلت له نروح بركتو حشته قال لي نديك و نرجعك علش تباتي قلت له خوية يرجع في الليل بركو ما نشبعش منه قال لي ان شاء الله رحنا هاكذا فالطريق شرينا لغضاء كيو سنت غدي نوم و ممن مركز معي يشوف فليت خاص هذو كنت لابسار و بطع ناض قدم عندي بداي يطلع علي في شاري و يشوف رقبتي رقاها من تراسية تبان عجبته قال لي وين ثاني فيك هاكذا سكت عجبت روبا هذا و تطلع على صدري قال لي همه هو اللي غي خرجوا عليك يحب له و بداي هذا الهاكذا هذو اللي تراس انا درتهم من العمري و ندير لها كثر من هاكا و يفتخر بعمره قال لي ركي مضيعة عليك متعة متصورش كيف هي جي جي راني نادم تحب ان انا و حنونتي منزوجين نكونوا قلت له روح تلعب على راحك راح بقى يحاول فيها مزين انا دمتو عليها بصح قلبية ما بردش ما زال حاجة فيها حبت زيت تفش الغش فيها مليح مليح ما دلوش تغديتها نايا و رحت ارقد شوية ميتة بتاعب في نفس الوقت امري حكي كملت ارقدت حتى اخمرت قلبية مرة كلها و تكذبوا اول مرة نجدها بصح بي هو صيف ما زال الحال و نص قلت المومن ادنينا نروح اخي اديت مفتاح الدار خاطر على بالي ما نلقاه حسما حاطني مومن و وجع ما طلعتش انا ما طلعتش معايا كي طلعت نلقاه جرانا هادك الكلب قال لي هذه غيبة يا الحب نهار اسمعتك تزوجت ايا طيح مني نص وحبت جيت نصدم لكم للعرس ما اعرفت شو الادرس بارك كوني سمع بين مومن ملغيات في مضغا هذا مهبول خفت كي جيت نفتح الباب قلت كوني يصدم ورايا جيت هبطان ارجع المومن جاء ورايا خليته هبط وطلعت جرية افتحت كي جيت نغلق حسيت كنحة بيصدم زياء غلقت الباب امليح استنيت اخويا يجي جيت ندير في العشاء ملقت والوالو من غير الحوايج الوجدين يا اورت وفغمج مكين لخضراء لا الحم عايت له قتلوا راني في الدار وملقت والوالو بدهي يضحكك طلقك ينكرت العشرة هكذا هذا من تفكر اخوك وتجي هذا اللي قلت لي تولي كل ويكيند عندي قتلوا والله سيكونت في الاكزامة وتعب ما تصورش كيفه قال لي معلش ما مطيبي ما والو بكنا نجي نخرجك برا ونكله ونحوسه شوية فرحت هذه الايامة راني شبعة ندي حوز وماكله برا وتعرفوا احنا نحب الماكلة برا ما نعرف عليه وفقط بدون تردد جاء اخويا خرجنا كيف كيف تحويساته بلا اهبال الاجوة الليلة اروعة روعة جينا هكذا للدار جمعنا حتى للربعة وقال لي هذه الايامة نحصدوها هكذا متنا بالفرحة خاطر نروحوا للفيرمة فيها يعني يحويش بزيف وثم نديروا زردات وقت الاحصاد احنا يقعدنا عادة نروحون يذبحوها ذا كالنهار نديروا زرده وهذا العام الحمدولله يا ربي الغلة هايلة خرجت ما شاء الله يا حسراه من كنت صغيرة وش درت طوايج ثم نموت على الفيرمة شبحت فيها طيحات وضربت بالصح والله ما كنت نحس نظل اسقافي جدي كان هو يروح خاطرات يتفقد الاجواء ثم على خاطر جدي وعمومي وبابا دايرين الفلاحة وكل واحد ارضه بالصح متجاورين وهو متل مخدامين دايرين وحادين في الاراضي هكذا يشدوا لهم بالصح يروحوا منين ذاك يشوفوا رزقهم جيت نرقود ما يجانيش النوم توحج تمومنا رحت جبت تليفوني لقيتهم عيط وبعث ميساجة حب وغزل وغزل وهكا مهم يعد الوحدة الهاضرة ما عندي ما نقول لكم وقعت نلقى رفلي ميساج عيط له رد علي قلت له ليش مازال مرقدش قلي بيا الحب وعذابه قلت له والله يخفف عليك قلي يا ان شاء الله يا ربي قلت له ليش مرقدش قلت له كنت مجمعة مع اخويا قلت له وشراكم تهضروا قلت له هدفنا على كذا وكذا وكذا من بعدها تحكيت له على الاحصاد واني نروح قلي قلت روحين جي نحصدك معاهم قلت له احكم في روحك ما تخلينيش نروح مع اخويا دار روحوا مسمعش ورجع العوايدو غيل غازل هكذا وكلام السوء المهم حبيت غازل حبي يستغل الفرصه هذي قلت له له ديرك تورقت وانا نخمان فيه طبعا غضوة من ذاكي جاي ديني هبط ليها لقيت هذك الكلب يشوف فيها جارنا هذك حكيت لكم عنه نزليح قلوا وش خاصك قلوا وش بيك قلوا الناس تحترم جيرانها كيتشوفهم وين رحل الحمد تاعكم هذا قلوا جيراني بيت معاهم البارح وديت منهم كلش ودليل نهار حطيتها ورحت وانا دخلت وراها وعشنا كلش واصلا هذه كانت قبل التاعي ماشي التاعك انتا ومسختها الصح يظل يسطل ورح درفيته هما يا يما يا يما انا بقيت هنا مصدومة رح انطح كاو حكمه مومنه بلا اعليه مش غير يضربه بلا كون ديرك سيدو ما تخصرش الفيجورة تعوها كاك بس اخفت من ونردت فعل مومن انا وخفت ثاني كون كيشنهار انطح في يده ويزدم طول بلا ما يدير حساب قريب مقتل والد الناس كون ماشية غاشي سلكوه انا كنت في الطاو موبيل ونستنى في اهياء ما وش رح يصالي اليوم كي تلاحق خفت يدور علي ناضي يضحك ميت بضحك قال انا وما خلتني شجين تشيها تخلي هو وجه الماضامة كوني يطح في يدي ونضيلي ونضيلي امزي يا ربي انا قلت اليوم يرسرسني على اساس رح امزي ووالو قال لي يا حبي تبالكي من نوعه قلت له اصلا ما نسمعه وش يهدر قال لي خاف كيف لا يدير لك هذا النوع الخيص خطرات الجاية وصلت للباب وما زيديش شجي هنا قلت له صحة احكمني يدي بس هالي وبدأ يطلع الذراعي عرفت وبدأ الي شي قلت له مومن يلا هنروح لجدان ونطلع عليها ونجيبها عندنا بزاف ما شفنا هاش قال لي امتي ما شفتي هاش انا كل يوم عندها وزيد رانيا نشوفك وافتياز نقش حل عندك ما حكمتش الدار قلت له خلاص من اليوم وصايا نولو نخرج من ذاك برك هذا مكان رحنا للدارس يا اخي انا دخلت ومومن بقمجة مع بره معانا ذي الوجماعه من صحابهم يلي برو فوسيسكا دخلت سلمت عليهم ونلقت عمتي هنا عندهم سلمت عليها وبدأنا نهضره قلت له يا مكيش اجي المهم انا اللي نلقاه يقول لي مكيش اجي وماشي تباني ومومن قال لي مكيش حكم الدار والراني يجمعها القاوني برك قلت له يا عرس رفيق لها قريب باش توجدوا رواحكم افرح تانا انتع الصح انا نموت على العرس تعرفوا جميع العرس هكذا واش نعرف واش ندير والاقتراحات هذه احنا نهضره ودخلوا مومن وناذل مع بعض يدخلوا مع بعض يخرجوا مع بعض كما قلت لكم نفس الشبه ونفس العقلية اللي يشوفهم بعيد يحسبهم التوام وجدته جور تفرح بيهم بالصحة الظل وراهم تسبح في المحو تقولهم ما تمشوش مع بعضهما يوقتوا بها وسرتوا ناذر يهبلها مسكينة سلموا على عمتي وسقسوها على عرس رفيق حتى رفيق صاحبهم المقرب وزادوا ولادوا عمو مجيرا قلت عمتي الناذر وانت ويبت انا فرحو بيك قالها حتى تلقى لي جدة العرسة من غر جدة مكاش اللي تخطب لي وزادت حتى انا وصل لعمر تعمو مومن ما زلت صغير انا عمره 29 ومومن القدوات تعم ناذر وحتى هوا كان يقعد عن جدة بزاف على خاطر كان يتبع مومن ويبكي عليه يجو يدوه بالصيف ماما عجوزتي تحبوه ما تقدرش تخليه بيت معا مومن تحشينا عندهم وروحنا جدة كيف كيف محب بشرة تروح تعبانا امسكينا كي جينا ندخلو ولا ديرتها لنا عفزها الله اعلم كي جينا ندخلو للدار القام ومن جماعه عند الباب وهذا وراهم اجو بزاف من بدي تنجيه نانا واحد فيهم حاط عينه عليا بصح ما يخربش خطره بركي خرجت هنا قريبا معا جدا تبعني وقال لي اعلاني ميرو بصح مومن ما عجبوهش قال لي مليوم نروحو نسكنو في دارنا خير انا عجبني الحال هاك اتخنت هنا من تحرشة مومن هلاني بديت تنطيح فيه وفي اي لحظه نستسلم له قلت له ان شاء الله مومن مومن رقت بكريليو ما خربش فيها خلاص بوسا واحده بركو راح كي رقت كنت صخانه خلي الباب مفتوح رحت ادخلت هنا جبت تليفون باش نقرح على خاطر شفت شي ما تفتحو بزيف جبته رحت لصالو اول حاجة رحت لها هيا وين حطوا لي فوتو شفتهم ملقيتهم داع فوتوتي ما خلاحتها وحده جيت نحن نمحيهم بعدها خليتهم له رحت للمسانجل نطلع ونها بطلقيتهم بلوكي جماعة بكبيرة سوق تنسى بصح مشي حاذف اللسائد دخلت هنا يا قريت متعجبت من مومن كي متعجبت من امه وما يا عرضو في رواح ومعرض تفوه اذا اللحمه مرخيص هكا كين حتى المتزوجات كين اللي مرخصهم وكين اللي هادرة معهم بصح رسائل القدم بزاف من بلوكيهم شفتو هادرة مع حانان رسائل القدم فيهم شوية حب سيرتو من جهتها هي بصح الاغلبية رسائل يهدرو على الدواء وعلى مريض ما عرفتهش شكون هذي المريضة اللي يحكو عليها ممكن تكون واحدة من فاميلتها يعطي لها في نصائح وطرق يفش ديلي لها ويبعث لها في واحد الماركة هذا واحد الاعجاب مومن طبيب متمكن عنده خبرة قايع يشكروه فيه وفي الاواني الاخيرة هذي الايام التالية بيناتهم غيك المزوج وجان في وقت العز مشي هادرين خلاص ممكن يكونوا حذفوهم بالصح مش مبلوكيها بصح ما تبينش بيناتهم هادرة الا اذا عد يمحي الله اعلم والله يعيط لها ابل مع صاحبو هكذا كلم خامج مقدرش حتى نقراها مع ناذير اغلبية الخدمة هكذا ومن الناذير عندهم خدمة من غير خدمتهم هذيك يتاجروا ويبيعوا الماتريال ويبيعوا بزيف سوالح حاضرات هكذا تعد قرعي يجوا تعد خباره وتمسخير وفي طوات بيناتهم رجعت الميساجات تعد ايامات العز صح كما قال لي هما اللي وجدوا كلش يهدرو يتفاهموا على كل حاجة شفتها في مسنجر مومن وهي اللي عجبتني وكبرت وفي عيني وفي قلبي مومن عنده جمعية الامراض السلاطان وجمعية الكبر السن والايتم والله وش قريت وش يبان يصدقوا من دراهم ومن جيبوا والله وش يدير خير بالاحساب والله غيجام يسمع بهم واحد والاحساب وش شفت من غيره وهو ناذير اللي على بالهم خادر يصدقوا مع بعض ويعاونوا المرضى بزيف بزيف مع بعض الحمد لله يا ربي جاموا من انسان في هالخير وقلبه كبير يتواصل مع المرضى وينصحهم نورمال وانا اللي كنت نظل نشوف فيه يبعث في الميساج ونحسبوه يرندفو لا يدير فايس مش يملح هو لهب المرضى التاعه ان شاء الله يا ربي في ميزان حسناته عايتوا لي دارنا باش نحضر للزردة على الحصاد وقالوا لي باش نقول لهم كامل قلت لنا وقالوا لي اروحوا كامل دارنا وداركم يعني كامل روحوا قل ان شاء الله يا ربي قل يلا خملي قشك ودي بزيف حواجرا حين نبقى في دارنا خير قلت له صح اه خملتنا قشي وقش مومن وديت قيع واش نحتاجنا وصلت لما عندها القهوة ورحنا رحت حتيت قشي في الشومبرت مومن قال لي اهنان رقدو انا وحبي اهنان تشوفي واش ندير فيك ما عندك وانتو هربي مني قلت له نوض برك نوضن عايتوا تشوف كفاشي يتجمع عليك قال لي نور مال عمري اعيطي ويجي واحدا نقول له هذي مرتي ومتسالونيش وراهي ننعب معاها برك ما نشان دلها في حتي حاجة ماشي مليحة شوفوا المنحة ريفش راه يدير هذا مريض انتح الصح ايدير هذو كوينه رب من نوانا اخلت على راسي فوتنا نهر كل عادة وفي الليل خملت قشينا في خزانته كارت بورت نص لي ونص ليه فلجتنا في الارض انا هو في السرير خلى بلاستو وجه قد عندي حاصرني بيدي هكذا ورجليه بين رجلي هكذا ووجوه في رقبتي قلت له خليني نرقد مومن ولا غي صخانة مقدرتش فتح لي كليمة وقال لي نحي لقاح ويجي كذكا كرعت من المقاومة تاعه قلت زعمه هنانو هرب منه بالعكس زد حصلت فيه قلت له مليوم نرقد عند شيمة ولا عند العجوز قل لي والله ما تتحلي كل بلاصة هنا بلاصة قلت له زيد شوية ما لا خليني نتنفذ قل لي انا ويك نرمال مو نتحدو ونرجعوه عنصر واحد وبدأ يخلط هكذا في الهاضرة وتعرفوا الهاضرة تاعه كيفاش دايرة ودخل في الكيميا والعلم وكلش كامل دخلهم فينا قل لي انا عندي جسم وانتي يا جسم لازم يصرته كامل وكاين هكا وهكا باين نعودو انا ويك واحد قلت له ايا روح عفني وما زيش تقدر معايا انتبه ولا غير منحارف وبدأ كما تعرفوه هو طبيب وانا صيدانية معناتها نهضر وغيب الحويج الطبية وهكا المهم مشاكل انا وياه وبدأ يطلع ويهبط ويقل يسر ويسر 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 ما حبش كايع يسكت قلي هذي لاشومبره قليلا وين كنت نرقد فيها انا ونذيرا نخلوه لاشومبره تاعنا ونرقدوه في الصالة وانا عن جدة بصح مليون منزيتش نتحلك منا قلت انا رايحة رايحة انهار الحصاد ومش رايحة نرجع خليها يتمتع شوية ما نحرموش بصح ما نخليه شي وصلي الكلش بدأ يتوشي ويبوس هكذا لحالي لغطة ونحالي الربا وبدأ يبوس فيها ويتوش فيها قلبو يرجف هكذا ويرجف عليا وانا متحركتش خلاس بدأ طالعها بطيبوس فيها هكذا بعدنا يا قتلوه يخطيني خليت كلش سطحي اشباع قاع رغبته بالصحة باش يوصلني ما خليتوش ما بعدها حظني هكذا ويرقد السقل سيق فيها ما خلنيش نرقدو انا صراحة اعجبني الحال اول مرة نرقد في حظنه هكاك وشبه هيني عريانا وصدرو مع صدري وقلبو مع قلبي تمنيت النهار ما يطلعش خلاس على خاطر على بلكم بياب اللي طوحت فيه انتع الصح بصحة ما نقوم فيه روحي فاتوا يومين نفس الشي كل يوم يدي وشي حبسة حيان برك بسحراضية بيها يقول لي حتى يهديك ربي وصبح النوض هكذا مبهد لبليتراز نوض نخبينا فيهم وصل النهار الحصاد هذيك روحنا انا وجد دامومن وناذير برك ورحت معنا عمتي فتنا هكذا ديراكتوم ونالفيرما لقينا نشاط الناس يانية تحصدوا العرضات وجمعي على فامي قاع هنا يا يعني نهار يهبل يهبل اللي يجاي معروض واللي يجاي يدي في حقه واللي يجاي يدي في الصداقة تغدى وقاع الناس او راحوا لي يحصدوا والمعروضين يبقينا غير حناية والله فامي ومؤمن وناذير ما زال ما راحوش عجبهم الحد سيرتو ناذير ميت قلي ولغي نعمة خير من جد المدينة هذي كل واحد يدورها فلاحة احسن وانا ندور بهم في الفيرما هذيك وانزوخها عليهم وليت لهم كلش وليت لهم وينكو نلعب وان كنت خدامة تدير دار الوحدي انا الاخروف كنت مربيات وكنت مربيات خرفان من كنت في الابتدائي نقرأ سناء اولى كان عمري خمسة سنين جينا في العطلة وعجبتني اعجبني الهني يهبل 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 بكيت عليه حتى كانوا يجيبوه لي للدار مقبلت شنخليه كي كنا راجعين للدار قلت له من الدهير قد عندي بسي فقنعوني وقالوا لي هو ما يحبش خلي دارهم وذوق يبكي عليهم خليته ورجعت بالصح الدمعة واخنونا انا يا محبتش خلصا خليه وكنت بنيت لوا دار سبيسيال ونظل نقلش فيه كنت نستنى في العطلة بفارغ الصبر باش نرجع له كرجعنا في العطلة لقيته وكبر وبديت نبكي لهم وذوقتهم ماشي هو انا علش ما كبرت شو هو كبر جابوا لي خروف احده اخر بالصح والو بقيت معلقة به هو حتى هو كبر عمتي كانت ورايا تحكي فيها المومن وناذر ميت وعلي بالضحط انا بالصحة نتعلق في حاجة ما نقدش نخليها والله غي صح حتى بابا هذك الخروف والله غي محب يبيعو ولا يذبحو حتى ميتها كيك من عند ربي كبر وشرف من بعدها ميت كنت انا انا خلاص كبرت شوية نهار ميتها وبكيت عليه انتع الصح بدنا نمشو هكذا ونوري لهم انا شوية مربية وز وبط وطيور كنت نشريهم صغار هكذا ونحطهم يتكاثروا كنت كل حطلان زورهم انا وخطرت حتى ويكند غرس الورد الاعشاب كنجيل هنا للفيرما نظل هام لو اللي نلقاها نغرسها نموتها للطبيعانا كيما قلت لكم من قبل ديتهم وين اللي بقى قليمو من تعرفي تحل بيقوتلوا حاجة باينة هذي وبديت نوري لهم كيفاش يدير وحتى تعلم هو ونذل ودورتهم قايا على الفيرما هذيك من بعدها ركبت في التراكتور وبقيت ندور وركبوا معايا صراحة اجواء ولا اروح انا يا زعمار طفلة مقللشة وندلها وشفتك فا نحب روحي بزيب بصح نحب الطبيعة ونحب نمس هذو الحويج ونجرب اي حاجة نشوفها قليمو من كنتي متشرد انت على الصح يدينك قلت له ايه انا اللي حاسبك ونثرت قاطري قلت له وين ديمني تلقاني قليب الصح باش تسوقي التراكتور اسمحي لي خويا راجل انتيا لبالك قلت له معني اسمح خويا فوتنا نهار هايل وناذير حصل كلما يقول المو من يقولوا يلا نروحوا يقولوا ما زال شويا قاعدوا تعشوا وراحوا قللي يلا ما حبيتشنا نروح جاي نخوض قلت نخبروا في تليفون خير مش يحبا يسمعوني الدار قلت حتى من بعد ونحكي لهم حتى انا مش حبا نقول هلو الوجه في الوجه راحوا ودوا عمتي وجدة وحنا بتنا في الفير مقعدنا ايامات ورجعنا للدار ممنح حرقة تليفون في هذه الايامات وانا ما نردش عليها ما نروح بونديش خلاص خلاص خطرة بركي قلية انجيني دي قطلوا وما تجيش راني في الفاوكونز ما نروح للكها كي رحنا للدار عيضي روحت لشو مبرتي ريبونديت عليه قلية واخيرا سمعت صوتك راني ميت عليك وشبيك راني ميت على صوتك وشوفتك قطلوا مومن غيمة تموتش عليها وانسى كل شعورك حر وكمل حياتك مع اللي تبغيها انتا واللي يبغيها قلبك وانا صايي نحيني من رازق ونزيدش نرجع معاك والسبب تاع طلاق ديرو كي محبيت الحاجة اللي تساعدك قولها راني عادي وراني مسايم حياتك في كلش الناح درنا وقلبي يتقطع من الحزن مومن مهما برر لي مصدقتوش تفكرت نهار الخطبة كي ما يجيش ونهار العقد كي ما قليش مبروك ونهار العرز كي جرحني هذك الجرحة وحدها وزيد يحلف لها انه موت وشانيش ويقولها انا نديك غارانتية ونهار قلب الدنيا في داره بيش يخطبها هي صارحة مقتنعت شنا بها درتو خلاص خلاص وعلى بيلي بيه يحبها هي عليها انا قلت نخطيه وخلاص قلت هذو قاعد دارهم وفاتلي ينايا يقول لي حبيتك مني شفتك نهار الاول وزيد كل كان قبل خاطبها جدا بركلي رافضاتو رافضا للامر هذك خلاص ما عندي من دير بالزواجنا ما زلت صغيرة كي ما قال هو قال لي وش ركي تقولي هذا جي جي اهبلتي وقيله قلت له ايه كي ما سمعت انا كنت نستنى في الفاقونس هكذا بركونجي وماذا بيك مزيج تعيط لي ولا تحاول انا خلاص قلت كلمة ومن تراجعش وبدت نعاود انا في نفس السيناريو قلت له انت اصلا كنت مكش قابل وما جيتش نهار كذا وكذا ونهار اللي يجيتني للجامعة وقلت لي تسلعتي في الزواج لش قبلتي ورحة تندمي خلاص اكتشفالها هذك ونهار العرز قلت لي عندي حبيبتي وهي الوحيدة اللي نديرها مرتي خليتني نسنى فيك بنويزات وجرحتني وحفزت لي على قلبي ورحت والصباح العز قلت لي يا الله ضقها يفهموني يعني ميت عليك لدي الحواج اللي درتهم لي قاع عن ايه مقدرش ننساهم وقلت له وخلاص اللي هنا ومزيج تبعث لي وقوبيت عليها ديريكت بدت نبكي صح نحب وبصح ينعلب والحب مع الكرامة بكيت حتى تكرت ورقة الصباح غير طلع النهار جاء وقلت لي قتلوا ودار مع لبالهمش بلك تهدر قدامهم قال لي خلاص خلينا نتفهموا ديت وش مبرتي تخلنا قلي جي جي والله العظم غير نحبك خلاص يسدي ديريني كنت نحب حانا وكنت رافضك على جالها بصح ذكا حاليا نموت عليك انت يا راني حابك غير انت يا وحدك برك يا الله يا عمري حتى انت يا رفضتني هكذا شحان من خطرة ورجعتها لي ساع ساعين بصح هاني قدامك ذكا انت انسي وانا ننسى ونبدأ وكلش مجديد يكحانا مكاش في حياتي رانا انا وانتي برك والله غير نعيش حياتنا طول وعرض لعمر قصيرة وما لازمش نضيع وقتنا هكذا لازم نفوتوا شوية وننسوا على بلية جرحتك بصح بسبب يعني ربي كون في عوني هكذا وكن نقول لك نرجع انا اناني ومن نسواج وحتى ما لازمش نبرر لك خطأ فاتوا وراح انت يا جاية انانية وما تتنازلش اخلاص بصح راني حاولتك والله ألف خطأ وقول لي واش تحب ندير لك ندير لك والله غير متعليك انت يا يا جي جي ماشي قادر ان نعيش بلابك افهم انت يا عمر انت يا حياتي حاب نفهمك ونشرح لك وانت يا ماشي حابت اقتناعي شوفي الظقة واش كيني ايك مصر اوالو وما توشيتكش من بعدها يك مطولنش وقلت لك وانت يا مقبلتيش واش حال من خطره حاولتك وحانا ما خطبتهاش متزوجتهاش ما صرت حتى حاجة بناتنا كين برك انت يا وانا وانت يا انت يا مرتي وانا راجلك هادرتو هذي قناعتني بالصح ما اعرف واش كين محبيتش انا نتنازل اخلاص بالعكس كرام تزيدها غي تطلع قتلوا مومن خلاص خلاص ما نجزع فانا منك على واش صرا خلاص انا الحاجة اللي ما جينيش في وقتها يبرد عليها قلبي خلاص وانا صايا نحيتك من بالي والله ماني حابة نبقى معك يا ربي اسمح لي على الكذب هذا انا والله غير متعليه وانموت بلا به بالصح ما نعرف كبريائي كما دار معايا يحضر ويعاود ويحاول ويعاود اول مرة نشوف مومن في هذا الموقف يبيني ضعيف خلاص قال لي ما لا كنتي صح نهار قلت لي هذه الغلطة انت علي تخلصها غالية وبالدوبل كنتي علي كلمتك هكا ولا غي صح راني خلصتها بالصح ولا غي مبيدي يحضر هكذا ومش لاقي كيف الشيق يعني قلت له مومن اروح عرك تعيفي روحك في الباطل قال لي نروح بالصح نرجع وخمي مليح مليح راح كل يوم يعيط لي ما حبيتش نرد عليها قلت له رد بالك جي مش حبي يعفو دارنا قلت له متهدرش مع دار حتى جي تطلقني حتى هو ما حب الشي يهدر خاف كن توصل هكذا تفرع بالخاف وان على بلو انه الدار يوقف معايا مهما كانوا ويدروا لي رأيي وما نكذبش عليكم حتى انا كنت خايفة من هذا الشي كنت نستنى في معجزة جي ومبطل من خدايمي الخماء الخامس ونرجع المومن حبيب قلبي بس احكي كيفاش ندير قولوا لي يا لبنت والله العظيم غيراني حاصلة فاتوا يومين نفس الشي كل وقتي عايد ويعاود وانا مشي نرد عليها من بعدها درته وفر جيتي وخليته قلت احسن لي يا وليه زادوا فاتوا يومين كرعت مليد ذاق خاطري في العشية قلت نروح الجدن بالدلل جو ونبقى عندها ايامة تروحت نمشي مشي بعيدة على هنا هكا شربت معاها قهوة من بعدها بقيتها نحكوها هكذا سيقتلها لطيبتلها العشاء ووصلت لها الحوايج حطينا تعيشينهم بعدها عايدتلها عمتي جميلة قتلها عجوزتي راهية مريضة جدة مومن قتلها وش بيها قتلها طلع لها السكر بالزيف ودخلت السبيتر وراهي في حالة تمشي غيب السيروم لتحريكة لا ماكلة صح جدا من قبل ما نجي ضعفت ونهار جيت معانا هنا نهار لحصاد كانت فشلانا قلت لها شحل عندها هكذا قتلها راهية عند ثلاثة ايام اعليش مومن مخبرش جي جي قتلها مع الباليش سقسيتني قتلها تيفون خاسر بالعاني نحيت مومن من رجيتي وعيت له ما حبيش يرد عليها من بعدها عايدتلي قلت لي اهلي جي جي حبي مني جيدك عايدتلي قلت له سقسي على جدا سمعت بلي راهية مريضة قلت لي ولا غي ما هي مليحة وما زل في السبيتر قلت له غدوان شاء الله هنجي انطلع عليها قلت له غدوان جي ندي قلت له ابقى معاها ما كان عليها تشقي روحك حتى هي ما تقبل حتى واحد يداويها من غير مومن قلت له غدوان اصلا جدتي نجي معاها هي ماما يطلع عليها قال لي وانتي وشراك يا قلت له الحمد لله قال لي اي طال لاي في روحك غدوان شاء الله كوبيت عليه وتفهمنا انا وجده ماما غدوان نروح ونطلع عليها رقدنا ونظنا هكذا الصباح رحنا طلينا عليها وصلنا بابا ثم رحنا لسبيتر القينا هاثم اتخلنا القينا مومن يدور عليها شفتوا باللبسة تحت الطب هذيك يا يما الحنانة هذا طبيب ولد واه يشوفوا الواحدة يبرى عندها صح جدا كيتقول لاش فا عند مومنة من بعد ربي سبحانه والله ما غلطت يقتل يقتل يلبنت اللي تشوف وتهبل عليه رحنا اتخلنا عندها مريضة مسكينة يعني تبن فشلينة خلاص خلاص قدمنا لها كي شافتنا فرحد تحب جدتي يموت على بعضهم وزادت فرحد كي شايفتني كي قدمت ليها قتلي ايه هي جوهرة هاذا مين تجيني هكا قتلها والله ما سمعت على بيلك ما كنت شهنة وتليفون كان خسر لي اتخلى فيها مومن قلية كذابة قتلوا سكتنا انتايا انتسببنا وصلتنا لهنا قتلها راني جيد جدا وشي خسق قوليني قتلي ابقى عندي هنا وما تروحيش قتلها على العين والراس تعرفي باللي طلبتك اهوامر طلع ليها يما وجدتي هما راح وانا بقيت عندها قرد مالان ما حبتش تخليني نروح وموما ما عجبوش الحل قلية كيفش تبقي هنا يا قتلوا قلقتك واقيلة ما خليتك شهلا راحتك انتوحبت القلبة قلية ابردي اراهي كونجي قلية جدا على بالهاب وش صاري اذا حسبتها مدفقش ولا حست وسقسيتني في قتلي طولت قتلوا وين طولت مين باطناشين يوم قللي هي نهار تحس تفهم كلش قلع لي بيها شداتك خفتك ترجع وتخليني قتلوا بينا حكيت لها انتايا واحد المصيبة قللي مريض انا حتى نحكي لها وهي يا هكا اكي مهبولة واقيلة ابقى مومن معها يديرها في السيروم والدواء ما تقبل حتى فرمليها يديرها من غير مومن ولا مكاش بالسيف تخلي الطب الاختصاصي يتوشيها وتقولهم ولدي يعرف خير منكم هنا بقيت معاها وكل خطرها قد يجوها لافامي يطلوا عليها متاليين فيها صراحة اولا كبيرا وثانيا الوجه مومن يسيعفوا فيها مخل لو ما يديروا لها ومومن ما يخرجش قاع من عندها وزيد شيفني ثم السق كسكوتش هاهاها الى مهم ان استحليتها ولا غا توحشته وزيد شف الطب يدخلوا وبالزيف يجو واحد يديرني يا اوراه ويبقى يحترزع ما يخبي فيها صراحة عجبني بزيف بهاذي اللبسة هكذا كنت حبا تغزل به بصح قلت لا لا ومن بعدها قلت والله ما نخليها في قلبي قلت له مومن قال لي اه حبي قلت له وانت طبيب ولا دواء تفاجأ هكذا قال لي عاودي عاودي وما سمعتش مليح قلت له صح خرجت هلك لاتوني هذي تحفى هذي هي اللي يشوفك يبرا تحص صح نظي يضحك هكذا قال لي والله ولا غينتي يجي يجي والله بدلوك قلت له عندها صح جدا كي تقول مومن اللي يشوفوه يبرا نظي يجري باسني هكذا قال لي متالك كان قاعد في الكرسي مقابل جدا يدير لها في لبرا في السيروم وانا واقفة باسني وقال لي جدا عمرها ولا تغلط قلت هلك هذي الف خطرة وانتي ما صدقتينيش قال لي وش رأيك نفروها هنا نكسروا الروتين يكونوا اول زوجان يديروا الدخلة في السبيتر وفي شمبرات الانعاش وش رأيك قتلوا احشم على روحك جدا راهي معانا قال لي راهي في سابع نومة شبع فيها شبع في يابوس من بعدها راح قلت له مبات معا جدا ولا نروح قال لي باينا تروحي انا راني باينا قلت له غير تريح جدا نرجع لدارنا قل لي ها ها استنى يا برق والله غي حسبتك رايحة تقولي غير تريح جدا نفروها وش بيك تيا مكيش خلاصة وما ننسيها هيدا وين كنتي تهضري في هادرا شابة بالخف رجعتي تبدلتيا قلت له قلت لك شابة شباب رق شباب ما قلت لك شن حبك زين حاجة والحب حاجة هاد اخرى فاهمة اتعلم الحب كيفاش داير داني وصلني للدارة هو رجع باش ايبات عندها سلمت عليهم وتعشيت معهم من الصباح وانا عند جدا من بعدها رحت قلت نرقد شوية الصباح جا مومنت داني قال لي جدا قتلي يجيب هاليا ذوكا ورح لو نفس الشي كل خطر يجي واحد يطل كنت انا وجدها برق ومومنت راح يريح شوية وقال لي ديري لها سيروم اول رايلي واش ندير لها ادخل واحدة طبيب يتقاني ندير لها قليش كون انتيا وحلش حتى ندير لها شيف قال لي صحة كما هكبر صحة ممنوع انيسة قتلوا لا راهي جدتي ونورمال مو منه ولي وصاني قال لي لازم اهل الاختصاص هم اللي يديروا قتلوا نورمال حتى انا راني في الاختصاص قال لي واش ديري فرمليا ولا قتلوا لا لا طالبي صيدلانية قال لي قال لي الله يبارك ما شاء الله ما نخافش اهلا مريضتي راهي في الحفظ والصون ورح انا هكا ادخل ولد خالتم هذك الخامج اللي منحبوش ادخل طلع لها جدا لقها راقدة من بعدها قعده هو يشوف معايا كرح تحياتي ما حبش غلصي بعد عينه عليا قتلوا ما زل ما تنضش جدا اطول رح روح وارجع ليها قال لي انا راني هنا علاجة لزين ماشي علاجة لها قتلوا واش قصدك انتا قال لي سبحان الله تقول لقى مرة 14 على بالك الجامل تاعك وحده قتلوا احترم نفسك وتهذب شوية قال لي والله غاي نحبك وما خليتي فييا والا ومنهار شفتك وانا متمنى نعود نشوفك كل يوم نخلي هذي الفرصة تروح من نيتك هذا راني باقي هنا حتى نشبع منك شوفوا قلة التربية والادب كون يشوفوا ممنتخلة قتلوا تروح ولا نعاية الارجع وجايد ديوك قتلوا ما نقدش ونروح ونخليك بعدها شوفت جدة هنا اتحركت رحت نجرينا لها عرفتها ناضد رحت لها سقمتها وهو يشوف فيها من نظرة خبث الخبيث الملعون ربي يلعنه ان شاء الله حمد الجدة سلامة والسق ما حبش يروح وانا ديرون جيت منه جيت نخرجها كاب صح خفتها لجدة وصاني مومن ما نخرج من عندها لو كانت قيقة حتى الطوالت وقلية عاية الفرملية تبقى معها حتى ترجعي بصح مزية جدة ناضد امي باللعف امي احنا كاحت ندخل مومن مقلب بش نيف وخلاص موش يضوي واذا تشوف هذا وحده هنا يعني جدة بن مليحة ناضد وجهها منور وتعتر شوية شوية هاكذا كي شاف مومن جاء سلم عليه هادروا شوية وبقى جدة على خير وراح شاف مهاية مومن وقال لي نوضنتي اخفي ذوكا ذوكا يجي نذر يديك قتلوا جدة شوية أعطيها قال اعطيها انتي اركم على بالك شوية سوف يتم هنا نقطة حاول الواف